بما انك اتكيت على الفيديو ده يبقى انت حاجة من اتنين يا كوتش يا اما عندك فدول تعرف احنا هنتكلم عن ايه في الحوار ده او بتفكر تاخد خطوة ومحتاج واحد شبه يدعمك في الخطوة دي او يوقفك عند حدك عشان ما تكملش فيها والكلام ده طبعا بالنسبة للرجالة اما بقى الستات فلو مفكرة ان في الحلقة دي هقدملك فيها نصايح ان انت تبعدي جوزك عن فكرة الجواز التاني احب اقولك ان الحلقة دي مش ليك وممكن حضرتك تتفضلي تروحي تعملي الجوزك كباية الشاي بتاعته بدل ما هتروحي تلاقيه بيساق بسكوت في كباية الشاي بتاعته مع امراته التانية ومش يلا بينا بقى ولا ايه طب يلا بينا في البداية موضوع تعدد الزوجات سنة وشريعة محسومة والانسان المسلم ما يقدرش يعمل قدامها اي حاجة غير التسليم لامر الله عز وجل حتى لو الموضوع مش جاي على هواء تعدد الاسلام منتشر في الوطن العربي بحكم انتشار الشريعة الاسلامية والمديني الاول في الوطن العربي هو الاسلام وبرغم انتشار الشريعة الاسلامية الا في سنة 1956 في تونس في نفس السنة اللي تونس حصلت فيها على الاستقلال كانت اول دولة عربية بتلغي تعدد الزوجات ومش بس كده لا دي حطت قوانين ولوائح وتشريعات بتوصل للسجن في حال تصبوت ان الراجل تزوج من اخرى وده نتاج لأفكار غلط وفهم خاطئ لصحيح الدين احيانا بتقابل الناس في حياتك بيسألوا اسئلة غريبة قوي في موضوع التعدد ولو جيت فكرت في مضمون الاسئلة دي مش هتلاقيها اسئلة عادية لا ده فكر عايز يوصله الناس كلها ولو جيت بصيت لاصل الموضوع هتلاقي ان تشريع زي التعدد في الاصل اساسا مش جاي على هواء زي مثلا هو ينفع الراجل يتجوز على مراته بدون موافقتها وفي الاصل ان موافقتها مش شرط ومش من حقها اساسا ترفض وخد التقيلة دي كمان مش شرط انه يعرفها انه هيتزوج مش شرط ومش واجب عليه ومفيش نصوص كمان بتقول انه لازم ايوة بس لازم تكون مقصرة معاه او مش بتخلف يعني ليه اسبابه يعني لا مش شرط ومش لازم وممكن تكون مش مقصرة معاه ويتجوز حلاله براحته بحوار مقصرة معاه ومش بتخلف والحاجات دي اسمها حكم ربنا سبحانه وتعالى في التعدد مش من شروط التعدد ولا اللي تقولك يتجوز عليها ليه يعني فراغة عين باسمها خيانة كده اكتب عندك اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين وتابع التابعين بالخيانة وفراغة العين دي فطرة ربنا خلقها سبحانه وتعالى في الرجالة التعدد مش خيانة هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه كده يقدر يحب اكتر من واحدة مع بعض طب هو ينفع تطلب الطلاق لمجرد بس انه هيتجوز عليها لأ طبعا ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام امرأة سألت زوجها الطلاقة من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة والتعدد في حد ذاته كتعدد مش بأس اصلا طب هي مثلا يعني ينفع تطلب الطلاق لو ظلمها ايوا هنا بقى الوضع اختلف وهنا حنسميه بأس وده طبعا لو ظلمها في النفقة وفي المبيت وفي السكن وفي الفراش لان في الاصل حرام يظلمها وفي اشباه رجال للأسف بتعمل كده ولا اللي تقولك يعني انتو خلاص سبتوا كل حاجة في الشرع ومساكتوا في التعدد انا مش بتكلم عن نوعية دي في الرجالة انا بتكلم عن الدين نفسه انا مش زنبي انك وفقتي على راجل واخد الدين بالشكل ده وارتضيتي ولما فكر يتجوز عليك عملتي الفيلم ده فبلاش متجرب الحتة الدينية دي علشان مزاجك انت ده غير طبعا كلام الناس اللي بتقول بدل ما يتجوز اتنين يروح يجوز شاب مش لاقي خلاص بدل ما تاكل فراخ ولحمة كل يوم ممكن تاكل بصارة وروح يأكل ناس مش لاقي يتاكل ومش بس كده ما تشتريش من برندس وعيش حياتك كلها اللي جاية في تقشر بعد اذنكم بلاش مزايدة على الناس هو على فكرة حر يعف شاب يتجوز يعمل الاتنين مع بعض هو حر ولا اللي تقولك ربنا خلق لادم حوى واحدة بس مش اربعة كده انت يعني خلاص طيارت الجابهة خلاص جبت قصف الجابهة النهائي احنا في الاصل ما قلناش ان التعدد فريضة ده اوبشن الناس بتاعت البرندس تركز معايا ده اوبشن عايز يعدد هو حر مش عاوز هو حر مش هيقدر او خايف ما يعدلش يبقى واحدة بس ولو تجوز اتنين وظلم واحدة فيهم حييجي يوم القيامة وشقه مائل من الظلم ربنا قال ولن تعدلوا يعني مفيش تعدد اصلا انت هتختار عيدين جديد ما تقولي الاية صح ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرستهم ودي بقى مقصود بيها العدل القلبي مش اللي انت بتقوليه ومعناها ان الراجل ما ينفعش يظلم زوجته بسبب الحب لا هو المفروض يراعي مشاعر مراته وما يجرحاش دي تعتمر قصوة اساسا وايد يا ابني عندك تاني اتهام للنبي واللصحابة وللتابعين بالقصوة وعدم مراعاة مشاعر النساء سبحان الله يعني افضل ناس في الامة يعني احسن مني ومنك في مراعاة مشاعر النساء وما فيش تعارض بين الاثنين ايوة بس يعني هي ليه تعيش غيرانا وليه ربنا يكتب عليها كده اساسا ابتلاء والله من ضمن الابتلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها على بنات ادم عادي جدا والله زي الام الحمل والولادة والالام اللي بتمنعها من الصلاة زي ما ربنا سبحانه وتعالى كتب القتال على الصحابة وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم ينفع بقى في الحتة دي نقولش معنى اهو التعدد يعتبر برضو اختبار وربنا سبحانه وتعالى قداره على بعض النساء الخلاصة الاسلام دين كامل بفضل الله سبحانه وتعالى علينا شرائع الاسلام واحكامه خاصة بكل تفاصيل حياتنا وادق ادق التفاصيل كمان فما ينفعش ناخد منها اجزاء ونسيب الباقي او ان الباقي ده مش جاي على هوانا فما ينفعش ناخده وطالما شروط التعدد متاحة اتاحة كاملة وصحيحة زي مثلا القدرة المالية بيت واساس على حسب العرف وعلى حسب الاتفاق ده غير طبعا القدرة على الطعام والشراب والقدرة الجنسية والقدرة على العدل بين الزوجات والعدل المطلوب هنا العدل على حسب امكانياته هو واللي يقدر يحققه وكل واحد على حسب استطاعته وعدل طبعا في المبيت والمعاملة والملبس والمسكن اما بقى بالنسبة لميله القلب بين الازواج فده طبعا مش مطلوب انه هو يعدل فيه لانه مش هيعرف يعمل كده وبس كده انا خلاص خلاص السلام عليكم